السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم من وادي اسمه الأهمال في الرجال المعام وادي عجيب بتكلم عن موضوع يهمني وحقيقة ودي أذكر به اللي هو أهمية القبيلة يا جماعة نحن مجتمع كله قبائل من عهد الرسول وقبل الرسول ونحن قبائل هذه القبائل كانت تحكم وعندما تلإسلام أسلمت وعندما تضعض على الإسلام وضعف في الجزيرة العربية وفي العالم كله كانت القبيلة هي اللي يتنفذ أحكام الله وهي اللي كانت الشيخ يسجن ويؤد ويقص اليد وكان يحكم بين الناس بالشرع وحمة الإسلام سنين طويلة حتى جاءت الدولة السعودية وثبتت المعالم إلى الآن عندنا في قبائلنا في الرجال المع لما تصير مشكلة بين اثنين ويتشاكون عند القاضي القاضي يكتب للشيخ ويقول للشيخ أصلح بينهما وتولى الشيخ الصلح وتنتهي القضية صلح ولا نحتاج إلى القضاء كثير من المشاكل تحل عن طريق الشيوخ إذا كانوا من أهل الخير دائما شيوخ الخير يحبون صلحهم بين الناس وهذه عبادة من العبادات التي ذكرت في القرآن وهي الإصلاح بين الناس كثير من المواقف تحل ولا تطلع حتى الشرطة لا نحتاج إلى الشرطة حتى الحماية لا نحتاج إلى حماية حتى المواشي لا نحتاج إلى الزراعة عندما يسطوا مواشي فلان على مزرعة فلان تحل قبليا أي مشكلة تتخيلها تحل قبليا وفي شيء اسمه ثوير وفي شيء اسمه قبيل وفي شيء اسمه حضين وفي شيء اسمه حقوق وفي شيء برهات وفي شيء ما تتخيلون من الأنظمة القبلية القوية التي كانت تحميمها قبل الإسلام وفي الإسلام وفي الدولة السعودية إلى هذا اللحظة ما يزال تطبق عند القبال القبيلة النظامها قوي القبيلة النظامها يعتمد على الأصلاح ولذلك أنا أعتقد أن الدولة السعودية تحتاج إلى النظام القبلي لحل كثير من المشاكل لأنه حتى كما قيل إذا حكم القاضي وعدل فنصف الشعب غاضب عليه لأن الشرع يزعل نص ويرضي نص لكن في الأصلاح تجد أنه يأتي بحلول وسيطة يرضي فيها الطرفين قدر مستطاع ولذلك الأصلاح بين الناس مذكرة في القرآن وهي عبادة من العبادات ويجب أن تستمر القبيلة ويجب أن تستمر العراف القبلية ويجب أن تستمر الأحكام القبلية لأنها تحكم هؤلاء البدو هؤلاء بنا عليها هذه القبيلة بنيت على الإسلام وأحكامها برضو فرع من الإسلام حتى الإسلام جاء على قص اليد في الجاهلية في السرقة وثبتها الإسلام كثير من الأشياء العراف القبلية ثبتها الإسلام فأنا أدعو من هذا المقام بحكمنا قبائل أن تؤسس مجالس قبلية جيدة للحكم بين الناس وأن توثق تلك الأعراف وتعتبر ضمنا في الأحكام الشرعية ويصدقها القضاء حينا لإنهاء كثير من المشاكل وترتاح كثير من المحاكم وترتاح الشرط وترتاح كثير من القضاء حقيقة القبيلة تحكم لو أعيدت الأمور للقبيلة مثلا في الاحتطاب لو أعيدت للقبيلة الاحتطاب لن يستطيع أحد يقطع شجرة واحدة سيحمونها سيحمون أهل أرض أرضهم لكن الآن جرفة الأراضي صحرة الأراضي حولت إلى مواقع للمخدرات مواقع لتصنيع الخمور بسبب زوال يد القبيلة عنها كلنا تحت الدولة ولكن الحماية تظل قبيلة تحميها من المخربين ومن المفسدين أنا أطرح هذه الفكرة لعل لو عسن تجد أذنا صاغية فتعيد شيء من التوازن لمجتمعنا القبلي